بما انه بتكلم على المسألة بتاعت اصلا انا مش حسس ان ده بينعكس علي في حياتي هو بينعكس على حياة 60 مليون مواطن يا باشا عشان الانحق 58 مليون وكسور مع الزيادة السكانية هو على نهاية المرحلة الاخيرة من حياة كريمة بأمر الله يعني غالبا هيوصلوا لل 60 مليون بس مش دي المسألة على سبيل المثال لا الحصر حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة بتعلن عن ايه؟ عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى حياة كريمة 55 ألف ده في اطار دور مجتمعي بتقوم بيها المؤسسة بتدعم الطلاب الاكثر احتياجا المؤسسة يا فندم بتتكفل بدفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية كمان تقريبا في حوالي 20 محافظة ده في المرحلة الاولى بتاعت عشي المحافظة دي المرحلة الاولى يعني المؤسسة حياة كريمة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هتدفع المصروفات بتاعت 55 ألف طالب تقريبا وتجيب المستلزمات بتاعت الدراسة تيجي تقولي أصلا أنا مش لامس ده غريبة أنا عارف أن فيه موطن هيرد علي وهيقولي بس أنا شخصيا مش حاسس بده هقولك لا هو أنت مش حاسس بده بس أنت عمليا مستفيد من الأسعار لأن الأسعار لو كانت متسابة للزيادات اللي حصلت بسبب الحرب أنت بكنتش هتعرف تكمل خالص ده بجد خالص مش هتعرف الدولة اللي شالتها شالتها منين؟ شالتها من الموازنة بتاعتها طب ده معناه إيه؟ إن أنا عارف أشتغل وحط احتياطات أعرف أستخدمها في أوقات الأزمات طب لما أنا بعرف أشتغل وبعرف أحط احتياطات أستخدمها في أوقات الأزمات ده معناه إيه؟ معناه إنا دولة بتفهم اللي أنا بقوله لك ده ويمكن تحديدا فيما يتعلق بمسألة مؤسسة حياة كريمة ده جاي بتوجيهات وضحة من الرئيس مباشرة من الرئيس بتسعى المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لطلابنا فهمتين يا قصود إيه؟ إيه دي كل القصة أنا هنا بقولك على ملمح واحد ومش هقولك إنه بسيط لإنه مهم قوي عند ولادنا دول وعند أولياء أمورهم مهم قوي عند مصر كلها إن ولادنا يروحوا المدرسة بكرامة ما يروحش المدرسة يقف بره علشان والده مش عارف يدفع المصروفات لأ هو حقه يتلقى التعليم حقه بالدستور يتلقى التعليم طيب وإذا كان الولد أهله مش قادرين هنعمل إيه؟ هنتفرج يحنا تفرجنا يجي خمسين سنة كيفية فرجة بقى؟ يبقى لأ هنسدد المصروفات طيب الأهل مش قادرين يشتروا المستلزمات الدراسية حاضر حياة كريمة إن شاء الله هتوفر لهم يعني دم قرار أخذ خلاص يعني ويعني قيد العمل به هتوفر لهم المستلزمات الدراسية فيصل إجمالي المستفدين تحديدا بالملي كده يعني ديون خمسة وخمسين ألف فورص أربعين ألف طالب وطالبة هياخدوا مصروفاتهم بإذن الله تدفع مصروفاتهم وبإذن الله سبحانه وتعالى يستلموا كل مستلزماتهم الدراسية فالولاد هتروح المدرسة زي الفل بمنتهى الكرامة بمنتهى العزة محدش يقوله تلتة تلاتة كام هتيجي تقوله طب ما ده معناها إن لسه فيه ناس صعبة عليك هتيجي حاجة أرد عليك وهقولك يا راجل اللي بيحصل من 2014 لـ 22 جزء كبير جدا منه سداد فطولة خمسين سنة قبلها تقريبا خمسين أو أقل قليلا بنحاسب على فواتير مش بتاعتنا بس وماله احنا بلد واحد وطن واحد شعب واحد فندفع التمن مع بعض